موافقة الاتحاد الأوروبي على إلغاء التأشيرة مع أوكرانيا يعتبر طلاقا مع الإمبراطورية الروسية هكذا صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوراشينكو في لقاء على قناة أدين بلوسادين وشرى بوراشينكو أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على عبور الحدود بدون تأشيرة بل أيضا عن عودة أوكرانيا إلى مكانها التاريخي كجزء من الدول الأوروبية وأكد الرئيس الأوكراني أن المساهمة الأكبر في الحصول على نظام التأشيرة الحرة كان من قبل الملايين الذين شاركوا في ثورة الميدان وأولئك الذين يقومون بحماية أوكرانيا من العدوان الروسي في الدنباس وأضاف رئيس الدولة أنه الآن هناك حرية تنقل السلع وحرية مرور رؤوس الأموال لتختتم بحرية مرور الأشخاص هذا من المنتظر أن يوقع في سترسبورغ الفرنسية في 17 مايو الجاري على قرار إلغاء التأشيرة من قبل رئيس البرلمان الأوروبي بحضور الرئيس بيترو بارشانكو على أن يدخل القرار وحيز التنفيذ في 11 يونيو المقبل